سلام عليكم هلو هلو مساء الجمال والسعادة عليكم يا امرات يا احلى اميرات وحشتوني جدا جدا يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال واهلا بكم النهاردة فيديو جديد لسيدة عربية عراقية جميلة جدا جدا في كل تفاصيلها الحلوة ما شاء الله بيتها هادي وكمال مطبخة ومريح جدا شفنا ليها فيديوهات قبل كده وشفنا تحضراتها في الاعياد والمناسبات تعالوا النهاردة نشوف بعض الروتين بعض افكار البيت بعض الترتيبات حاجات قد ايه هادية ورائية يا رب فيديو النهاردة يعجبكم لايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الاحلى ام جوائرية نورت الدنيا كلها اهلا وسهلا بيكي ويه كمان احلى نورة نورت الدنيا بتعليقاتك الجميلة كالعادة ويه كمان ايا نورتي وشرفتي حبيبتي يا رب دايما عند حصن ظنك برحب بكل حد جديد طبعا بينضملي وبتمنى لو انت لسه مشتركتيش معايا وعجبتك القناة تشتركي من السبسكرايب لتحت الفيديو وطبعا تكتبي لي تعليق علشان ارحب بيكي الفيديو الجاي لايكاتكم الحلوة يا احلى اميرات بقى وتعالوا انتابع جمال السيدات العراقية اللي كلها كده بهجة وكلها نشاط زي ما كنا بنعرض دايما فيديوهات ليهم وكانت بتنول اعجابكم وكنتوا بتحبوا الفيديوهات اكتر منها فحبيت ان انا اجيب لكم النهاردة كمان سيدة عربية ستايل البيت عندها زي ما شفنا وهنشوف في اخر الفيديو كمان جولة كمان للبيت لكن مطبخة كان من الاماكن المميزة جدا جدا عندها مطبخة اللون الابيض الفاتح اللي دخله الشمس وبتهتم ان يكون في زرع ويكون في نباتات بتدي طاقة حلوة كمان في وقفة المطبخ اللي احنا ساعات بنبقى عندنا ملل منها لكن هي ما شاء الله قدرت ان هي تدي له لمسة حلوة تديها التفائل والطاقة لمطبخة الحل كمان روتين تنظيفاتها وترتيباتها ليه كمان قد ايه بسيطة ترتيب وتنظيف لكل حاجة موجودة وطبعا دايما بنقول في كل الفيديوهات كل ما اول باول بنعمل اللي ورانا اكيد مش هيبقى فيه تراكمات كتير يعني شايفين المطبخ باللون الابيض لكن زاهي ودايما مرتب ودايما نضيف بالرغم ان هي دايما بتعرض معنا وصفات واكلات وبتعمل كتير في المطبخة لكن كمان بتهتم بجماله وباناقته زي الشكل اللي احنا شايفينه ده هنرجع تاني للمطبخ والوصفات الجميلة بس تعالوا نعيش معها شوية افكار لترتيب وبعض الديكورات هي مستخدمة اللون الازرق الجميل الحلو اللي كله كده بهجة من الالوان كمان المريحة جدا للعين وبعض الديكورات اللي بدأت استخدمها على التربيزات هتورينا اتنين ستايل مختلفين الستايل الاولاني اللي كانت حطة فيه التربيزة اللي هي القطعة واحدة المستطيلة مع السجادة اللي فيها نفس لون الانتريب بتاعها او الرجنة بتاعتها وبعض الديكورات الخفيفة اوي والبسيطة اللي حطها على التربيزة هتورينا هنا ستايل تاني بسجادة تانية وكمان بدأت تحط مجموعة من التربيزات تقدر انها تحط عليها ديكورات كمان بطريقة مختلفة فالفكرة ممكن تكون من حاجات عندنا في البيت نغير الاماكن بتاعتها يعني التربيزات الصغيرة دي بنقدر نحنا نحطها في الكورنرز عندنا في اي جنب ونحط عليها ديكور ممكن نحنا زي الفكرة دي نقدر نجمعهم مع بعض ونحطهم في نص الغرفة وديكورات مختلفة هتلاقوا ان الشكل عندكم مختلف تماما كمان الحلو جدا عندها الجزء اللي هو بتاع الكوفي كورنر ده اللي عاملها عندها في جنب كده من الصالة بيت قد ايه يعني مهما كان مساحته صغيرة لكن مبهج قوي قوي بالالوان وبالستايل الجميل وبطريقة الجيكورات والترتيبات اللي هي عاملها فيه يعني كوفي كورنر بسيط زي ده موجودة عندها في جنب فيه الليفنج روم قد ايه حلو وقد ايه داله لمسة حلوة وقريب من ايد اللي قاعد يقدر يجهز اي حاجة بكل سهولة فدي كانت بعض الترتيبات كمان ليه طريقة ترتيبة طبعا للموجات وعشقها للانواع المختلفة والاشكال المختلفة اللي منظموها بشكل حلو ويه كمان الحلوة ان هي تناسك الالوان الموجود اللي دايما بوكيء الورد اللي موجود عندها طبعا باسمها ويه كمان مكنة القهوة اللي بنفس الالوان بتحب دايما زي اي ست بيت عربية جميلة تعطر البيت بالبخور وبالروايح الحلوة اللي دايما بتدينا طاقة ايجابية في البيت عندنا تعالوا نكمل معاها الفيديو وندخل بقى على المطبخ والجزء الحلوي جدا فيه تقدمتها الجميلة اللي دايما كده يعني انا عن نفسي بحب ان انا اتفرج عليها دايما بنقول ان العين هي اللي بتاكل الاول شوفوا طريقة التقديم فطار بسيط بيد وجبن ومربة وشاي ولبن يعني حاجات بسيطة لكن شوفوا طريقة التقديم بتاعتها قد ايه حلوة بنتعمل البيت على شكل وردة وحواليه كده الشريتوميتو طريقة التقديم بجد قد ايه جميلة ومميزة كمان حتى لما بتيجي تعمل المعجنات شوفوا يبدأت تعمل هنا جزء بالكاكاو جزء جني والجزء التاني ابيض سادة وحطتهم فوق بعض وقطعت جزء بحيس ان هي تلفه زي دفاير كده وحطته في قالب وسوته وتقدر ان هي تقطع منه بكل سهولة حتى لو حطت عليه اي حشوات من شكلة او من اي سوس يعني الحاجة مسكرة هتبقى قد ايه كمان هتبقى حلوة تبقى خفيفة تتقدم مع كوباية شاي او مع قهوة او مع كوفي تقدر ان هي كمان تستمتع بحاجة تكون خفيفة في التقديمات فدايما بقول لكم ان هي يعني كنت قلت لكم في فيديو قبل كده غلبة السيدات التركية في طريقة التقديم بتاعت الاكل دايما احنا كنا بننبهر بالتقديمات التركية وطريقة الستايل بتاعهم لكن ما شاء الله عليها سيدها عراقية جميلة جدا جدا وخصوصا في مطبخها المميز تعالوا نشوف هنا كمان برضو طريقة ترتيبها ازاي الصفرة التربيزة الجميلة في المطبخ بالديكور الحلو كله وبدأت ان هي تحط كمان الشموع التربيزة نفسها الالوان بتاعتها حلوة الاطباق باللون الفاتح والفوة تحطوها بطريقة جميلة لايقا مع المفرش لايقا مع الديكور كله فقد ايه بجد يعني بتحاول ان هي تشوف كل حاجة حواليها وتخلي فيه تناسك ما بينهم في الاخر عشان يدينا الشكل الحلو اللي دايما بيعجب عينينا ده كمان هنا برضو بعض الانواع المعجنات التانية اللي بنسميها خليط النحل الكرات العجين الصغيرة وبتحط جواها الحشوات وبتبدأ ان هي ترصها فلصانية كلهم جنب بعض وبتحط طبعا على الوش سواء حبة البركة او سمسم بعد طبعا ما بتدهن الوش بالصفار اكيد انتوا يعني خبرة في حاجات المعجنات وفي الحاجات الجميلة دي وطبعا تسلم ايديكم على كل حاجة انتوا بتعملوها بتبقى حلوة اكيد منكم وبدأت ان هي بعد ما تخلصها كده شوفوا لما بتغبزها بيبقى شكلها حلوة قوي ودايما بنقول عليها اسمها خليط النحط وبعد ما خلصت طبعا هي شكلها ان هي عاملها حاجة كمسكرة شوية فبدأت حط عليها كمان الصوس بتاعها او الشربات بتاعها وتقدمها مع برضو الفطار او اكلات خفيفة تعالوا هنا كمان برضو طريقة التقديم للاكلات حتى لو انت عاملة بنسميها مقلوبة او لو انت عاملة رزو معايا شوية من الفراخ او اللحمة وبدأ ان انت تقدميه شوفوا يعني نحاول على قد ما نقدر نبدأ شوية في الافكار بتاعت التقديمات عشان الاكل يبقى شكله حلو ويه كمان يفتح نفس كده اللي بياكل هتبقى حاجة بسيطة قوي ان احنا نعملها مش هتبقى متعبة لكن اكيد طبعا نتجاتها هتبقى حلوة حتى هنا كمان برضو الكريب او اللي حابة انها تعمل حاجة تحلية سريعة بدقة انها تقطعه وتحط عليه الشوكولت المكسرات وكمان بدقة تقدمه مع الكوفي برضو طريقة تقديم مميزة بدل ما يبقى الكريب نفسه كده حاطين جواقل شوكولت ويتلفه وخلاص وخلص لا هي بدقة انها تقدمه بطريقة مختلفة دايما مستخدم الاطباق اللي باللون الابيض من الحاجات المميزة جدا في تقديمتها تعالوا كمان برضو نشوف معاها ستايل جديد لتقديم الفطار الحلوة اوي الترابيزة الجميلة شوف تخيالي ان انت لو بتفطري كده مكان داخل في الشمس وكمان المكان حواليك يكله حلو اللون الابيض بدقة تعمل معاها ستايل باللون الاصفر لي الكوشنز اللي حطاه على الكراسي مع الورد كمان اللي في البسكت ورا يعني هتاخدوا بالكم من تفاصيل كتير اوي زي ما توتي كده هتاخد بالها كمان من التفاصيل الحلوة اللي دايما بتعلق عليها بجد يعني قعدة مميزة وطريق التقديم كمان مميزة ان شاء الله عليها بجد في كل حاجة هي بتعملها هنشوف معاها كمان ستايل تاني ولون مختلف لللون الابيض وبدأت يعني شوفوا بعد ما بتخلص مطبخها يبقى بسيط بالذيكورات والترتيبات اللي فيه اللون الابيض بجد عطيله بهجة غير طبعية ولما بتضيف له كمان اللون الاخضر بتاع الزرع يديله طاقة اكتر هنا كمان برضو ستايل تاني باللون الاحمر اللي بدأت تعمل تناسق ما بين الكوشنز بتاعة الكراسي اللي دايما بتغيرها عشان تغير في الالوان مع كمان المفرش بتاع التربيزة حتى التقديمات بتاعتها لما حبت ان هي تعملها عامة حاجات برضو باللون الاحمر فدايما زي ما بقول لكم بتاخد بالها من كل حاجة عشان يدينا الشكل النهائي الحلو المميز وبرضو كانت قدي ايه شكلها ان هي ايه حلو تعالوا نشوف كمان فكرة معاها ليه المعجنات هي بتاع شق حاجة اسمها معجنات وتحب جدا ان هي تبدع فيها فحبت ان هي تعمل الكور بتاعة المعجنات دي على شكل البومكن تبقى لايقة كمان مع الاجواء اللي احنا فيها حاليا فبدأت ان هي تحملها شوفوا عملتها كورو وبدأت ان هي تلف الخيوت كده على الجوانب بتاعتها عشان تديها الشكل ده وطبعا هي بتسويها عادي للخيط مش هيحصل له حاجة دايما بنمكن بنعمل الخيط في حاجات التيور وكده لو بتحشيها ممكن ان انت برضو استخدام الخيط فمش هيتحرق ولا هيجراله اي حاجة بس طبعا وقت التقديم لما بتيجي ان هي تقدمها بتفك طبعا الخيوت دي وبتقدمها برضو كحاجات معجنات خفيفة مع المشروبات السريعة فبجد برضو كانت من الافكار الحلوة جدا تعالوا بقى نختم مع بعض الفيديو بجولة سريعة كده لبيتها لقد ايه هادي قوي شفتوا كده الستايل بتاع غرفة النوم برضو الالوان بتاعتها هادية وكمان ديكورات لذيذة فيه الدنيا مش صعبة اوي ومش مبهرجة لكن رئيئة اوي اوي وزي ما شفنا كمان وزي ما شفنا كمان والستايل الحلو اللي بدأت كمان تضيفه لكل حاجة موجودة سواء الالوان او الديكورات الستايل بتاع الغرفة كله ما شاء الله ربنا يا رب يسعدها ببيتها ويهنيها ويهنيكم انتو كمان بكل حاجة حلوة بتعملوها وبعد هنا طبعا الصالة بتدخل على المطبخ الجميل واللي كله بهجة وكله طاقة وعندها كمان الدور التاني اللي فيه بقى الغرف بتاعت النوم فكان قد ايه بيت حلو جدا جدا ومميز بتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم تنسوش لايكاتكم بقى قبل ما يخلص وتعليقاتكم طبعا الجميلة والحلوة كالعادة ونتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وبسيدة جديدة وبأفكار جديدة عشان ناخد تريكات وحركات لبيتنا ونخليه احلى بيت في الدنيا نتقابل على خير الفيديو الجاي احلى امرات ويا سلام